اشتركوا في القناة نحكيها كل يوم فعشان هيك كل انتقالة قمر او استقرارها في برج نعمل حلقة عن البيوت على اساس انه نكون نحكي عادي للأيام العادية رح نشرحها المهم في نهاية الحلقة في اجابة الاسئلة رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل مفصل ولكن الحلقة هاي اللي هي ابراج وفي نفس اللحظة دردشة في اجابة بعض الاسئلة المتنوعة اللي رح نتناولها ونوخذ اهمها نجاوب عليها فخلينا نبدأ بتوقعتنا اليوم ليوم الاثنين خمسة سبعة القمر موجود في منزلة الدبران في برج الثور وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد رح ينكث فيها القمر حتى تمام الساعة سبعة وستة وخمسين دقيقة صباحا وبعدها بده ينتقل طبعا من صباح يوم الاثنين بده ينتقل لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والاسحار من الجسم وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد طبعا القمر بما انه موجود في برج الثور حكينا بالحلقة الماضية اللي حكينا فيها عن البيوت هي نفس البيوت يعني لو سمعت الحلقة الامس مع توقعات اليوم تطلع نفس الشيء طبعا بناخد احنا لما القمر بيكون موجود في برج بناخد من صفاته فعشان هيكي بما انه موجود هو في برج الثور بنشعر بالحذر اكثر ومنميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق اي فترة يعني فترة وجود القمر دائما في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن الاهتمام بمواضيع عقارية وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا مع العائلة او لمة عائلية او اجتماع عائلة او امور من هذا القبيل طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا اول زاوية اليوم هي زاوية التسديس ايجابية وهاي الزاوية رح تكون بين القمر وبين نبتون رح تكون في تمام الساعة 11 و29 دقيقة قبل الظهر بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 و56 دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة لخلو المسار فطبعا بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة 54 و56 دقيقة بعد العصر بيبدأ خلو المسار وبيستمر ليوم الغد اللي هو يوم الثلاثاء حتى تمام الساعة وحدة و23 دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار فيه زاوية رح تصير فيه فترة خلو المسار هي زاوية إيجابية رح تكون زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس يعني زاوية بطيئة وهاي رح تكون فيه تمام الساعة سبعة و13 دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا كما انها بتعزز من قوة الحدس لدينا طبعا بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم وطبعا رح يظل مستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل اللي هو 25 يوم لأنه على 12 منتصف الليل بيكمل 25 يوم نسبة الإضاءة بتكون 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 30% القمر في الثورة حتى يوم 6 سبعة منتحس بنسبة 30% طبعا حتى ساعات الظهيرة بعدين بصير سعيد بنسبة من 10 ل 15% عطارد في الجوزاء حتى يوم 11 سبعة منتحس بنسبة 15% هو بين سعيد وبين منتحس في الفترة هاي بكون فعشان هيك احنا بنعطيه لانه الايام القادمة رح يشكل زاوية التربيع الكاملة ما بينه وبين نبتن فبظل منتحس بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحس بنسبة 75% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زال اليوم بيحمل معاه فرص مالية وهذه الفرص ممكن تكون مفاجئة لدى بعض موليد برج الحمل وبتدخل تحسين على ميزانيتهم ممكن خلال هذا اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم إشي أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي أنك تستغل الفرص اليوم وتضبط أعصابك وما تتسرع أنا بشوف المتاعب البيتية أو الأمور اللي إلها علاقة بالبيت الأمور اللي إلها علاقة بالأبناء والأحبة هي أكثر اللي طاغي بالفترة هاي عليك فعشان هيك انشغلاتك بتدور في هاي الأمور في منكو مشغول في بعض المسائل المالية بسبب أورانوس اللي أجد مفاجئة بالفترة الماضية وفي منكو بيهتم بأوراق أو معاملات قانونية برج الثور ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط أهم شانكم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة عشان يعني بتعطيك نوع من أنواع التشجيع لنوع من أنواع المواجهة في فترة ممكن تكون فيها نوع من أنواع صعوبة ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وتنتصر على كثير من الاعتبارات ولكن أهم شي زي ما حكينا أورانوس الموجود عندك اللي بشكل الزوايا الخطرة شوي بخليك نافذ الصبر وعصبي جدا وبرضو بتجيب متاعب إلها علاقة بالعائلة تحديدا عشان هيك ضبط العصاب مطلوب ممكن تتطلب منك الأمور إعادة المحاولة في بعض المسائل على أساس أنك تحقق منها بعض الإنجازات برج الجوزة طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة وهذا اليوم بيتطلب منكم أيضا عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا إنك وتنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أهم إشي اتراقب صحتك في الفترة هاي لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاول إنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضوار ولا تقرر على شيء جديد عشان ما تخيب أمالك وتعتبر هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر وثانيا يجب أن ترافقت مع أورانوس اللي شكل الزوايا في بيت متاعبك وبرضو في البيت الثالث عندك مع المريخ فعشان هيك بتجد إنه الأمور مش ماشية معك مثل ما بدك فيها نوع من أنواع الفوضى وبيت المتاعب بيجيب لك أشياء مفاجئة لإلك بتيجي على شكل إما تعب صحي أو أعطال بسبب بعض الأمور أو أشخاص بتتآمر عليك بالخفاء برج السرطان ابتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهم شيء إنك ما تبقى وحيد الظروف ضاغطة ولكن ممكن تكون في بعض الأوقات واعدة إلك بتعاطف أو تأييد لتحركاتك ممكن تفرح بعدها يعني تفرح بدعم جهة ما يعني الوضع ممكن يكون لصالحك صحيح إنه مش كل موليد السرطان وصلت الشمس لعندهم يعني إجا عيد ميلادهم فعشان هيك لسه بعانوا اللي ما إجا عيد ميلاده بعاني من نوع من أنواع الضهر وأيضا وجود القمر في منازل تعتبر هي بيت متاعب لإلو يعني في برجين ما قبله بلشت تضغط عليه والآن لبرج الجوزاء بيت متاعبك فعشان هيك بتشعر الأمور فالتي من الإيد ومش قادر تسيطر عليها أهم شي ضبط الأعصاب وأهم شي تمسك إيدك عن المصاريف لزيادة برج الأسد هذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيرغب في إدخال تعديل عليه أو على عمله اليوم هذا جيد بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شي إنك مات الذمر من كثرة الأعباء في نوع من أنواع الضغوط عليك ممكن إنشغالات كبيرة تكون ممكن فترة يكون فيها كثير من الحركة أو خلال هذا اليوم هاي فترة مهمة لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك قدر الإمكان حتى لو شعرت بنوع من النوع الإزعج في بعض الأشخاص من موليد برج الأسد بنقولهم لأنه الشمس الآن موجود في بيت المتاعب فحشان هيك بتسحب من الطاقة بشكل كبير وبتجيب أعطال ومشاكل لموليد برج الأسد تتنوع على حسب المولود في ناس مشاكلهم شخصية في أشخاص مشاكلهم عائلية في أشخاص مشاكلهم مالية أو على نطاق العمل الأهم بكل هاي الموضيع إنك تحافظ على سمعتك لا تشوه سمعتك لا تغامر لا تجازف لا تخال في القوانين وحاول إنك تخلي في علاقة ربط ما بينك وبين رؤساءك في العمل برج العذراء بيصلكم خبر اليوم من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع عندكم المعنويات وفرص النجاح بتصير عالية بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور وهي فترة إيجابية جدا يسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك والفترة هاي لبعض الأشخاص منكم فيها إما أمور سفر محتمل أو موضوع العلاقة بقضية قضائية بصدر حكم فيها أو بتكون لصالحكم بالفترة هاي أو إنجاز بعض الأوراق القانونية والمعاملات واللي عندهم امتحانات طبعا بتكون لصالحهم بشكل جيد ولكن المريخ اللي بشكل زاوية حدي جدا في مكانه هو اللي شوي بأثر عليكم بشكل سلبي فعشان هيك بنرجع منقول إنه بتديروا بالكم من بعض التعطيلات أو أشخاص ممكن يفتعلوا تعطيل عشان يعطلوا عليكم بعض الأمور وفي نفس اللحظة حاول إنك ما تجازف وتغامر بالفترة هاي برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي له صلة بشراكة أو تعوين ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاول إنك تسارع لتهديئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة تصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع أو إعادة بعض الأمور لنصبها ممكن تنشغل بمعاملة أو أوراق بالفترة هاي أهم شي إنك أنت تحافظ على ذكاءك وتحافظ على سمعتك وخصوصا إنه ما توقع على أوراق بدون ما تقرأها أو تتمعن فيها أو تستشير أهل الإختصاص لأنه هاي نقطة شوي حساسة ثاني شي بتركز على الأمور اللي فيها أي شي بتعلق بالمناسبات الاجتماعية أو الأصدقاء إنه ما يكون فيها خلافات أو جدالات أو حوارات حد أو حتى ما تواجه صديق بالفترة هاي لأنه أنت بكامل غضبك فممكن إنه تكبر المشاكل وتنتهي علاقة إلها سنوات برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم إنك تتجنب الإنفعالات اللي ممكن تخفي وراءها عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه في الفترة هاي يعني احتمال كبير إنك تكون أنت الخاسر لأنه الخصم بالفترة هاي بيكون قوي وشرس وخصوصا إنه أورانوس موجود في نفس البيت اللي هو مقابلك تماما له بيت الشراكة بفتعل أشياء مفاجئة بتيجي على مستوى الشراكة المالية وبرضو على مستوى الشراكة الزوجية فحاولوا اديروا بالكم من هاي النقطة أيضا المريخ اللي موجود بالأسد برضو بيحفز نقاط لأنه هذا بيت السمعة بالنسبة للكم فبتكن تنتبهوا من تشويه السمعة أو من أمور تحاك عليكم في مؤسسات خصوصا اللي بيشتغلوا بشركات كبيرة أو مؤسسات كبيرة انتبهوا إنه أشخاص تكون تحكي لكم مؤامرة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه حاولوا أنكم تنظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر وحاول ما تراكم الأعمال عليك وحاول أنك أنت تنجز أعمالك بوقتها إذا أردت نتائج مرضية هاي فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة ولكن أورانوس اللي موجود في هذا البيت تماما وإلى علاقة برضو في المريخ اللي هو في بيتك التاسع بشكل زوايا حدي جدا وهاي زاوية من آثارها إنه أول إشي يا إما بتجيب أشياء مفاجئة على مستوى العمل يا لصالحك يا ضدك يعني هي مفاجئة ولكن إيش نتاجها أو عايش بتركز ما بتعرف إثنين لعندهم تعب جسدي أو عندهم بخدوا أدوية الأدوية هاي مزمنة لأمراض مزمنة حاولوا تنتبهوا على صحتكم بالفترة هاي وبالنسبة للبيت التاسع بتعمل تعطيلات على إشي العلاقة بالسفر أو التنقلات وانتبهوا ما في داعي للسرعة الزائدة وحاولوا تكونوا حذرين على الطرقات واللي عنده امتحانات بده يركز بشكل جيد برج الجدي طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس لعندكم فعشان هيك بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر بالفترة هاي ولكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليك بسبب أنه أورانوس اللي موجود في نفس البيت وبشكل زوايح حدي جدا واللي هي تربيع مع المريخ ومع الزهرة بجيب مشاكل إلها علاقة مع الأحبة أو شكوك أو بتكتشف أشياء كانت صعبة يعني أو بتكون صعبة عليك وهذا إشي متعب بالنسبة لإلك وفي نفس اللحظة لما تكون موجودة في الأسد اللي هو البيت الثامن لإلك فهو أنا بتأثر على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أو أمور إلها علاقة بالقروض والبنوك والديون ومشاكل برضو على استحقاقات أو حقوق لإلك حاول برضو تنتبه إنه من أشخاص ممكن إنهم يحاولوا يستغلوك أو يحاولوا إنهم ينصب عليك بالفترة برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل إلها علاقة بالعائلة في الفترة هاي أو في البيت أو في العقارات أهم شيء إنك ما تترك أحد يحبطك أو يحبط طموحاتك أو يتدخل في شونك حاذر من الخلافات وحاذر من تضخيم الأمور بتبدو في الفترة هاي مرها في الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما في منك رح يهتم بموضوع إلو علاقة بالتنقلات أو بالاتصالات بكثافة هاي الفترة يعني واعدي بأمور إلها علاقة بشيء يعني إلو علاقة بالصحة فممكن بعض الأشخاص هذولا أو بعض الأشخاص من موليد برج الدلو ينشغل بملف صحي لأحد الأقارب أو أحد المقربين لا إله بالفترة هاي أو يهتم بمراجعات طبية هذا واحد ولكن برضو بتوعدك بأشياء ممكن تجد علاج لشخص من هذول الأشخاص يعني يكون مفاجئ لا إلك يعني يكون مريض من الأشخاص اللي أنت بتحبهم ولكن كان العلاج صعب أنك تجده بالفترة هاي ممكن تجد العلاج أهم إنك تحافظ على علاقاتك بالبيت وتحافظ على علاقاتك مع الشريك مع الزوج أو الزوجة بالفترة هاي برج الحوت ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاول أنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصاني بطباعك حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار وبتتمتع بالدينماكية عالية جدا والحماسة بتكون عالية طبعا بالمقابل برضو بتلاقي أنه في أشياء لها علاقة بأمور تتعلق بالعاطفة الاهتمام بأحد الأحبة أحد الأبناء تحديدا ممكن تهتم فيه بالفترة هاي يكون مشغل فكرك الشمس بلشت تعمل زاوية إيجابية اليوم هاي بتلهمك قدرة التعامل مع الموقف وإيجاد بعض الحلول لهاي الأمور وبرضو بدعمك الحظ في كثير من المسائل ولكن أهم شيء أنك ما تهمل صحتك وما تهمل عملك لأنه شوي زوايا حادة جدا في هاي النقطة فممكن لأجل خدمة غيرك تأذي نفسك لأ أهم شيء تنتبه على نفسك هيك منكون انتهينا من القسم الأول من توقعاتنا والآن بدنا نروح على فقرة الأسئلة والأجوبة ونشوف إيش فيه أسئلة ونحاول إننا نجاوب قدر الإمكان ونعطي يعني إجابات يعني ممكن إنها تكون شافية للبعض ومفيدة للبعض وأصحاب العلم ممكن يستفيدوا منها كأنهم يكتسبوا خبرة كيف تدار الأمور بالنسبة لعلم الفلك سؤال هل هناك من هذا السؤال من سلمة هل هناك علاقة بين فترة خلو المسار والمد والجزر مشكور مسبقا الشكر إليك أول إشي اثنين خلو المسار ما إلو علاقة بالمد والجزر ولكن إحنا الآن في فترة جزر لأن القمر الآن في فترة انحصار لإله هي فترة الهلال عاد لفترة الهلال فعشان هيك بتصير فترة الجزر المعروفة أما بالنسبة للخلو المسار ما بيأثر على الطبيعة نهائيا سؤال من ياس دكتور سعيد الله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك يا رب وإلك ولكل المستمعين عندي اقتراح من بعد إذنك لو تنزل التوقعات الأسبوعية لكل برج والشهرية كمان بتزيد متابعة القناة لأنها من أكثر القنوات مصدقية وقراءتك علمية ودقيقة في قنوات أنا بتابعها أقل من قناتك بكثير بالقراءة بس مشتركيها كثر بسبب التوقعات الأسبوعية والشهرية وهذا مجرد اقتراح والقرار إليك والله يعني سؤال يعني هذا يعتبر زي دردش هيكي من دردش فيه سؤال أول إشي بالنسبة للتوقعات الأسبوعية والشهرية أنا كنت أنزلها ولكن اللي صار أنه أنا جهاز الكمبيوتر اللي عندي تعطل فأنا بشتغل على جهاز لابتوب يعني إمكانياته محدودة جدا وبستعيره من صديق لإلي هذا واحد اثنين تسجيلي أنا للحلقات على هذا الجهاز تحديدا بتبدأ بعد الساعة 12 بعد منتصف الليل هاي الحلقة اللي أنا بسجلها يعني لصلاة الفجر لأكون أنا مخلصها ومحولها لفيلم أرفعه على اليوتيوب فما في مجال عندي بالنهار أو الإشي لأنه أنا بسجل في البيت فما عندي مجال مع صوت الأطفال والسيارات والإزعاج اللي بكون موجود فصعب جدا إني أسجل حلقة واثنين أكثر من حلقة يعني في الوقت واثنين الجهاز عندي ما بيتحمل هاي الإمكانيات فأنا يا دوب إني أسجل اللي هي حلقة وحدة في اليوم إن شاء الله مع الأيام الجاية رح يكون يعني في بوادر لبعض الأشياء اللي ممكن أنه يصير فيه يعني جهاز وجهاز صوت يعني بكون الجهاز هذا مثلا جهاز الكمبيوتر بقوة معينة نقدر إحنا نمنتج عليه أكثر من حلقة مع بعض وجهاز ثاني أنا بكون أسجل عنه خارج جهاز الكمبيوتر فبساعدني في الليل إني أنا ممكن أسجل حلقتين أو ثلاث حلقات بخلال النهار بقدر أمنتجها وأرفعها فبصير عندنا إمكانية لإشي علمي أو إشي العلاقة بالتوقعات الأسبوعية أو الشهرية يعني بصير في عندنا حلول فهذا الإشي موعدين فيه بالفترة القادمة وإن شاء الله إنها تتهيئ الظروف وإنها تكمل الأشياء هاي وتصير بإذن الله تعالى وإن شاء الله ما بقصر معكم بشيء سؤال من فاتم يسعد أوقاتك رجعتنا لأحلى أيام لما كنا نأخذ الدروس علم الفلك بحبها أنا بالبيوت حلوة بكتور الله يشافيك ويعافيك والله يا فاتن أنا كمان بحب أن أشرح لك وأعطيك أشياء تستفيدوا منها وتكون الحلقة دسمة بالمعلومات في كل شيء ولكن هي حلقات البيوت المشكلة إنها بتأخذ وقت طويل وبطر أني أسجل حلقة متواصل وإذا استرسلت بالحلقة الحلقة بصير مدتها زي ما كنت تعرفي مدتها ساعة ونص الآن إحنا حتى بنختصر في البيوت والحلقة يا دوب بتكون مقرابة الساعة الجهاز ما بيتحمل التسجيل هذا وفي نفس اللحظة بعمل مشاكل وبعد مرات بعمل رستارت يعني بطفي الجهاز وبشتغل لحاله فبكون شغلي كله كأني بحكم حالي يعني التسجيل كله بروح في الهواء فهذا الضغط اللي بصير علي ما حدا بيحس فيه لأنه هاي مشاكل بصير معنا احنا في إعداد وما في وقت زي ما أنا أجبت في السؤال اللي قبل عشان احنا نعمل هذا الموضوع ولكن ان شاء الله في الأيام القادمة بيكون في مجال أن نعمل هاي الأشياء حتى لو يوم بعد يوم أو كل يومين حسب انتقال القمر يعني مثلا بنتقل القمر الآن موجود في الثور فمنحكي عن يوم انتقاله ما منحكي بيوت يوم استقراره منحكي البيوت لأنه في اليوم اللي يليه برضو نفس البيوت بتأثر على يومين فما بلاش نحكي اليوم الثاني نفس الشيء إذا ما كان فيه زوايا قوية مثلا أو مهمة أن نتناقش فيها يعني هيك بنصير بنعطي هيك ومنعطي هيك بنرضي الطرفين وبرضو بتكون المعلومات بإذن الله وفية لحديث ما أنه يعني أنها تكمل الأمور أو نمشي على النسق اللي احنا ماشيين عليه وبإذن الله الأيام القادمة تتحسن الظروف ومنقدر نسجل رح أجننكم بالحلقات اللي رح تنزل سؤال من سعد الله يعطيك ألف عفي أستاذ هل ممكن إلى متى ستكون الزهرة منتحسة وألف شكر طبعا أنا لما حكيت عن انتقال الزهرة لبرج الأسد لو لاحظت بالكلام ولت أنه انتقالها ما رح يكون بالقوة ليش؟ لأنه الزهرة مجرد ما دخلت على الأسد بلست بلشت بلست بلشت تعمل زوايا تقابل ما بينها وما بين زحل ما بينها وبين بلوتو وفي نفس اللحظة عملت زاوية التربيع اللي رح تصير بعد أيام ما بينها وبين أورانوس فضيعت لإقضاعة الفترة الأولى أو الفترة اللي الطويلة إحنا منسميها من وجودها في برج الأسد منتحسة ورح تستمر معنا حتى يعني أيام أو أسبيع قادمة بانتحاستها ولكن إنه انتحاستها ما بتظل بنفس القوة بتقل انتحاستها ولكن برضو رح تظل منتحسة إن شاء الله إنه يعني الحركة الكواكب الجاية إنها تخفف من الانتحاسة وتشعره أو تلمسه بعض الإيجابية من وجود الزهرة هي إلها إيجابيات وجودها بالأسد ولكن مش بالقوة المرجوة سؤال من أوزفينيكس طيب عفوا دكتور مش عارف نطقة الاسم صح ولا غلط عفوا دكتور أخي من برج السرطان أبواب الرزرق كلها مغلقة أمامه وصحها كل شيء متدهورة وما هو سبب ذلك كان وضعه جيد هو من مواليد 26 ستة يوم الجمعة طيب أنا بحكي لك شو السبب أول شيء الشمس كانت موجودة في بيت المتاعد الآن انتقلت أجا عيد ميلاده من المفروض إنه في عيد ميلاده وإيش يصير إنه يتحسن لكن اللي صار إنه المريخ موجود في بيت المال بيت الرزق والزهرة موجودة في بيت المال بيت الرزق من المفروض إنه الزهرة لحالها تفتح له مجالات للأرزق يعني تجيب له فلوس ولكن وجود المريخ والزوايا اللي تعملها مع أورانوس شو سوت ضعفت المردود المالي وفي نفس اللحظة جابت مصاريف الزيادة عليه الآن هي الفترة بس نخلص من الزاوية اللي ما بينه بين المريخ اللي هي بدها تقريبا أسبوع تفك الزاوية هاي ببلش الوضع المالي يتحسن عنده يعني منقدر نحكي إنه خلال الفترة القادمة من أسبوع لعشر أيام في ضغط ولكن بعديها الأجواء بتبلش تتحسن بشكل إيجابي وبصير في بوادر للعمل وللرزق إن شاء الله تعالى سؤال من ذكريات الجدي قلت كله غلط ماشي مش صحيح مش صحيح دائما لاحظ لاحظ تخبط تحبط للوضع بعد ساعات بينقلب الحظ 99% كيف هاي ممكن تفهمنا تناقضات فضيعة من ساعة لساعة أنا جدي وكل اللي بتقوله غلط مشاكل عندي خير الله وكآبي وحالة غير طبيعية شوف أنا وأصدقاء الجدي بتابعوك نفس الحالة ما شي صحيح شو القصة دكتور طيب اللي أنا فهمته من السؤال هذا السؤال إن حكى يعني قبل تسجيل الحلقة هاي بـ 23 ساعة يعني بمعنى آخر اللي هي فترة الانتقال من الحمل لبرج الثور اللي هو اليوم اللي حكينا عن هذا التوقع وفي نفس اللحظة إنه أنا حكيت إنه من ساعة من ساعات ما بعد الظهر بتصير الأجواء إيجابية فأنت تعليقك هذا يبل ما يصير الانتقال وقبل أي إشي يعني أنت حكمتي على أنه التوقعات غلط يبل ما تصير يعني في بداية ما قرأت التوقعات أو اسمعتيها حكمتي على هذا الموضوع مش خلاف الآن أنا أبدأ شرح لك عن برج الجدي تحديدا لما أنا قلت عن انتقال الشمس وحكينا إنه الشمس موجود الآن في السرطان يعني مقابل الجدي يعني الجدي في أضعف طاقاته هذا واحد واثنين الجدي كان موجود وين كان بالجوزة قبلها بشهر يعني قبلها بنص شهر ما نحكي يعني شهر ونص بالضبط كان الشمس موجوده في برج الجوزة البيت السادس اللي هو بيسبب مشاكل في العمل وبيسبب مشاكل في الصحة عطارد كان يتراجع وين في البيت السادس اللي زوايا التربيع مع مين زوايا التربيع مع المريخل والزهرة اللي موجودين وين في البيت الثامن على المستوى المالي الأموال المشتركة وبيقلل الأموال وبسووا مشاكل في الأموال طيب أنا لما في كل حلقة باجي بنبه وبحكي تحركات الكواكب وحركة الكواكب كل كوكب ايش تأثيره على الأبراج يعني من المفروض أنه الشخص يمسك يقول والله العطارد بده يتراجع سلبيته كذا الزهرة دخل إيجابيته كذا لما آجي أقول أنا الزهرة دخل وبده يعمل زاوية تربيع سلبيتها كذا فبنحكي اسمعوا الزوايا اسمعوا الزوايا الزوايا بتعطي جواب بودقة أكثر من هذا الموضوع يعني بتعطي دقة بالتوقعات وبتزيد على التوقعات أكثر لأنه هاي نحكيها إحنا في أول الحلقة اللي هي الأخبار الفلكية طبيعة الحال نسبة كبيرة ما بتسمعها وبما أنها ما بتسمعها فبتيجي بتأخذ البرج زي ما هو وبتحاسب على البرج بدون ما تسمع قبل وبعد هذا واحد مين أنا لما باجي بقول إنه الآن مشاكل على مستوى البيت وأمور خلافية عائلية لأنه وين القمر كان موجود في بيت العائلة وفي نفس اللحظة في ساعات ما بعد الظهر يعني بمعنى آخر إنه في لحظة ما يبدأ القمر ينتقل اللي هي من ساعة خلوة المسار لغاية ما يبلش يدخل على البيت الخامس يعني في ساعات ما بعد الظهر بتمم انتقاله بتصير الأمور إيجابية يعني مش في لحظة بدقيقة بساعة بتنقلب الأجواء لا هي بتبلش من ساعات بداية خلوة المسار تنعكس الأمور خلوة المسار بيكون أربعة خمس ساعات ست ساعات على حسب ممكن يكون عشر ساعة ممكن يكون أربعة وعشرين ساعة في لحظة ما يبلش بتبلش تخف حدية وتطلع إيجابية أو تخف إيجابية وتطلع سلبية على حسب أي برج بدي يدخل فيه على أي برج بدي ينتقل لأله أو كان فيه بدي ينتقل لأله فإذن أنا بشرح ولكن إنه ما ما تنفهم طريقة اللي أنا بشرح فيها فهاي كارثي لأني مستحيل أنا آجي وعلما إنه هاي الحلقة اللي أنا حكيت فيها قبلها أنا حاكي البيوت يعني حاكي تأثيرات الأبراج على كل يعني تأثيرات الكواكب على كل الأبراج بيوت والحلقة البعاديها برضو أنا حاكي تأثيرات الكواكب على كل البيوت فأنتي لا سمعت اللي قبلها ولا سمعت اللي بعدها وجيتي على هاي وقبل ما ييجي اليوم اللي أساسا أنت تتحقق فيه أو بدها تصير فيه توقعات انتي ما عشتي لسه فحكمتي قبل ما تعيشي انه توقعاتي غلط طيب بعديها هي غلط ولا صاح ما جاوبتي فمعناته انا جاوبت على اساس انه يستفيدك كيف تعرفوا انتو كيف التوقعات بتنحكى وبرضه اذا انتي ما تابعتي اللي قبل واللي بعد وما بتسمع الزوايا الفلكية فهي مشكلتك اسمع الكواكب ارجعي احضري الكواكب وتأثيراتها ايش بتعطي ايجابية ايش بتعطي سلبية عشان تعرفي ايش اللي بصير معك تحديدا طب انتي حكمت ع حركة قمر طب باقي الكواكب شو بتعمل بس هاي النقطة سؤال من سلمة اعتقد انك يومتها قلت انه افضل يوم للعلاج من السحر هو يوم خمسة سبعة صحيح اي ايجابية كانت لا صديقة على القناة بس الان سمعتك حددت هذا اليوم في خلو مصر طيب خلو المصر في ساعات ما بعد العصر وبحسب كلامك السابق خلو المصر لا يصلح للبدء باي امر طيب ليش انت تستني خلو المصر لتبدأ في امور الها علاقة بفك السحر وبما انك ناوي على الامر عشان تبلشي بفك سحر معناته نيتك للامر مسبقة قبل خلو المصر فخلو المصر ما رح يأثر عليك لانه انت اخدت الموضوع ما قبل وفي نفس اللحظة انت مستمرة في الامر واثنين الواحد بيبدأ قبل خلو المصر حتى لو اجي خلو المصر خلو المصر ما بأثر عليه فما الحل لمن يريد العلاج في هذا اليوم اين شرحته وما البرنامج الاصلح لفك السحر هو الاستماع لرقية الشرعية في فترة ما قبل خلو المصر ونيتك تكون ما قبل خلو المصر واتمنى ان لا تتجاهل سؤالي كما تجاهلت اسئلتي السابقة انا ما تجاهلت انا اذا وجدت سؤال سؤال السؤال هاد له علاقة بمواضيع احنا نجاوب عليها الكل يستفيد منها انا بجاوب عليه اذا كان تعليق على مسألة معينة او على سؤال احنا جاوبنا انا ما بجاوب عليه ما برجع بعيده في الحلقات لانه هيك صار تعليق على جوابي الا اذا كان الجواب اللي انت حطتي بنسف الاشي اللي انا حكيته يعني بمعنى اخر انت عدلت علي بالسؤال تاعك وشفت انه اللي انت حكتيه هو صحيح فانا باجي باعتذر بقول انا اخطأت بالجواب على السؤال بكذا كذا 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 وتصحح لي الجواب من صديقتنا سلمة مثلا بانه كذا 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 وعندما راجعت وجدت الدليل على صحة كلامها هي وخطأي انا انا مش من الناس اللي بتزمت في رأي ولكن انا ما بدخل بنقاشات يعني لما انسان يكون مقتنع بشيء وهو مقتنع فيه واجي انا بدي اجادل انا ما بجادل خلاص انت حر انت هاي قناعتك بالامر بتاخد فيه ولكن انا ما بتراجع مثلا عشان انا ناقش عشان اثبت وجهة نظري في حلقة عشان انا بس اني انا بدي اقنعك انا ما باقنع حد النبي عليه الصلاة والسلام انزل برسالة ناس امنت فيها وناس ما امنت فيها مش الرسول الحال وكل الانبياء فانا اجي انت مش مقتنعة في شيء بدي اقنعك فيه مش شغلي انا ما بقدر اقنع في شيء طيب ولا الومك فلديك الكثير من المشاغل وانا قنع لو اجلت الرد بارك الله فيك يعني انا هذا بقدره في الاخوان والاحباب اصحاب القناة المتابعين معنا انا بعتبركم اصحاب القناة انه تعذروني اذا تأخرت شوي بكون بأسباب معينة يعني اعتقد انه ايامها هاي انا كنت قائل اني انا بدي اخذ اجازة لما انت سألت السؤال فتأخر وهاني جاوبت عليه اثارتك لموضوع القرين كان ثري ورائع وغير مشبع انا حكيت ما رح اعطي فيه معلومات كافية لانه اذا اعطيت معلومات كافية رح تستغل ويستغلوا الناس باشياء بشعة جدا فانا ما رح افيد يعني اللي بيشتغلوا بالجانب الخطأ انهم ياخذوا المعلومات ويصيروا ينظروا فيها لاستغلال الناس فيها فانا بعطي يعني كشيء انه الواحد ياخذ المعلومة منه في نفس اللحظة ما ادخل بالاسرار اللي هي من المفروض انها مخفية عن العموم فهل لديك كتب مطبوعة للاستدلال بها طيال كتب موجودة ولكن افضل كتاب هو كتاب الله عز وجل فبترجع لكتاب الله عز وجل تكتبي اسم القرين او بتبحثي في كتاب موجود اسمه المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم لكلمات القرآن الكريم ترجعي عليه تمسكي كلمة مثلا او حتى على الجوجل تقدري تكتبي كلمة القرين بطلع لك هيه وان مردت في القرآن ركزي فيها اقرأيها اقرأي ما قبلها اقرأي ما بعدها حواراتها تجدي انه اه واضحة مش بحاجة يعني اكثر من هيك استدلال ما فيه طيب سؤال اه من اتول طبعا انا الاسماء اه بتدخل بعض مرات في بعض لانه الكلمات بعرفش انتم من وين بتجيبوها طيب اه ربي يحفظك دكتور ويحفظك يا رب اه ويرزقك رب الصحة والعافية ان شاء الله اللهم امين وياكم ان ام كان تشرح لنا الطريقة الصحيحة لحساب الاسماء وبخصوص الغالب والمغلوب ان شاء الله تعالى رح اعمل لكم حلقة في هذا الموضوع لطريقة الحساب للاسماء وموضوع الغالب والمغلوب هذا موضوع ثاني يعني الأسماء شيء والغالب والمغلوب شيء ثاني فنشرح كيف طريقة الحساب الأسماء ولما يوصل لمرحلة أنه اكتملت طريقة الحساب اللي هي على حساب الجمل أو طريقة التجفير أو الطرق هاي كلها وبعدين منيجي على حساب الغالب والمغلوب الصحيح كيف أنتوا تعملوا إن شاء الله رح أعمل للكوا على شكل جدول الجدول هذا بسيط جدا فأنت بتصير تأخذ الأرقام يعني الأرقام اللي بتطلع عندك من الأسماء نفسها تأخذها أنه هذا الرقم يغلب هذا الرقم أو هذا الرقم بنغلب من هذا الرقم أو هذا الرقم مع هذا الرقم الطالب يغلب المطلوب يعني أنه أجيب لك إياها بطريقة أنه تستفيد فيها الإيجابي والسلبي والمتوازي سؤال الله يعطيك العافية دكتور وبرك الله فيك سؤال ما هي الدلالة التي يؤخذ بها عن تحديد المهنة أو العمل الذي ينجح به الشخص هل إذا كان عطارد متراجع في الخارطة الشخصية يدل على عدم القدرة على النجاح باللغات أي تعلم اللغة الجديدة لا هيك هدولة سؤالين فنأخذ السؤال الأول اللي هي الدلالة اللي يؤخذ بها أول شي يؤخذ فيها برجك ويؤخذ فيها طالعك هذا واحد هدولة أهم اثنين بيحددوا أنت شو المجالات اللي أنت بتنجح فيها بعدين منيجي بنوخذ اللي هو بيت العمل وبيت العمل بيجي اللي هو البيت السادس لإلك والبيت العاشر لإلك فهون منحدد إحنا المجالات اللي أنت بتنجح فيها اللي إلها علاقة بالعمل ماشي هذا واحد الموضوع عطارد إن عطارد متراجع ماشي عطارد إلو بالفكر إلو بالدراسة إلو بالهضة ولكنه مش لحاله وممكن تراجع عطارد لأن أنا مش شايف الخارطة الفلكية ممكن تراجع عطارد ما إلو علاقة لا في البيت الثالث ولا في البيت التاسع هذولا بيوت الدراسة فأنا إذا بدأت علم لغة جديدة اللغات اللغات يعني البيت التاسع فإذا عطارد ما كان في البيت التاسع وما بتراجع أو بتراجع ما بيأثر المهم البيت التاسع إيش الموجود فيه يعني البيت التاسع هذا إيش الموجود فيه إذا كان البيت التاسع القوس فهو ممتاز جدا لتعلم اللغات إذا كان الجوزاء برضو متعلق ممتاز جدا إذا كان موجود في العذراء برضو ممتاز جدا ولكن إذا كان بالجوزاء وكان بالعذراء وعطارد بتراجع هنا بالضعف لأنه كوكبهم فعشان هيك هاي حسبة لما بدأ أوخذ الدلالة من عطارد هاي على حسب عطارد وين موجود وفي نفس اللحظة عطارد يعني بتراجع هل إلو بالتراجع هذا يعني البيت التاسع لإلك إلو ارتباط في عطارد هيك بتنحسب الأمور السؤال الأخير طيب من إلها مرحبا دكتور ربي يعطيك الصحة ويعطيك الصحة والعافية رب عندي سؤال ممكن عتبة البيت تكون حيسة انتقلت لبيت من أربع شهور وشفنا الويل من أمراض وبناتي سابوا الشغل وابني ونفسيتنا صفر شو أسوي بالحالة هاي أغير شنصنا للعلم أني لست مسلمة متابعتك من زمان أسفي لطول الرسالة ممكن تجاوبني على كل ومع كل الاحترام والتقدير إليك وتحياتي الله يسعدك يا رب يا إلهام أول إشي يا أخت العزيزة مسلمة مش مسلمة هذا ما بحسبك عليه ما إلي أني حسبك شو ما كان دينك أنت بتظلي أخت لألنا جميعا شو ما كان دينك شو ما كان مذهبك شو ما كان طريقتك شو ما كانть ملتك أنت أختنا أختنا بالإنسانية نعتبرها إذا فيه ناس بدها من اللسة بالعقلية المتخلفة اللي لسا بدهم يفرقوا في الأمور هاي فخلنا نقول أنه أنت أختي بالإنسانية ولو أنه أنا ما بيعتبرها أختي بالإنسانية أنا بيعتبرها أختي كأخت هذا واحد اثنين ما بقدر انا اعطيك هو الحل هنا ببين اول اشي هل فترة الانتقال كان في تراجع العطارد اثنين هل كان فترة الانتقال وضع الكواكب مساعد للانتقال يعني الخارطة الفلكية في يومها هل كانت مناسبة لالك انت للانتقال اثنين هل برجك انت رقمك الناتج زي ما حسبناه في الفترات الماضية وحكينا عنه كيف ينحسب في الحلقات الماضية هل لما حسبتي وجدتي انه ينطبق مع رقم البيت هل رقم البيت له علاقة بالكواكب السعيدة ولا بالكواكب النحيسة يعني كل الامور هاي بتتاخذ الان اذا حسبتي رقم البيت طلع رقم البيت ثمانية مثلا فهذا زحل يعني هذا الحاله هاي نوع اثنين اذا سكنتي البيت وعطارد بتراجع وكان رقم البيت اساسا اله ارتباط بعطارد فمعناته هاي مشكلة عرفنا المشكلة هاي باب ثاني من المشكلة طيب لو اجينا مثلا بما انه حكيتي عن المرض فالمرض اله علاقة بزحل اله علاقة بشغلة العمل الها علاقة بالمشتري يعني ما بقدر اعطي جواب انا بدون تاريخ ميلاد بدون وقت الاستئجار يعني هاي وهاي او وقت الانتقال فعشان هيك انا حاولت اني اجاوب عشان اللي بدو ينتقل لبيت ينتبه لهاي النقاط ينتبه انه فترة تراجع وطارد فترة اللي هي حركة الكواكب وقوتها رقم البيت اللي بدو ينتقل عليه في ناس ممكن رقم البيت بتناسب معهم يعني واحد رقمه 8 هو رقمه 8 رقمه زحل وسكن في بيت رقمه 8 وممتاز بالنسبة له ليش لانه رقم حظه يعني هو نحسع غيره ولكن عليه هو بتناسب معه لانه رقم الحظ داعه فهي على حسب هاي الامور بتنحسب الامور فعشان هيك يا ري تكتبيلي انت في تعليق تحطيلي تاريخ الميلاد اليك او اللي اوقع على العقد تحديدا تاريخ ميلاده واثنين تاريخ ميلاد اللي هي تاريخ الوقت اللي انتوا رحلتوا فيه على البيت تكتبيلي اياه عشان اشوف وضع الخارطين كيف كانوا مع بعض وانا اجاوبك وبعطيك حلول ان شاء الله هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء